كريستو كريستو اللعب التونسي في النادي الأهلي يقترب كثيرا من الرحيل إلى نادي الرجاء المغربي على سبيل الأعارة لمدة موسم عشتبهوا فاهمين؟ مارس الكولر مش عايز كريستو في الفريق يعني مش عايز تفيل من كريستو في الفريق وطلب رحيل كريستو عن الفريق بس لجنة التخطيط في النادي الأهلي شايفة أنه كريستو يتم رحيله عن الأهلي على سبيل الأعرى وليس على سبيل البيع النهائي لعله عسى يتم الاستفادة به في السنوات لاحقة النادي الآلي في طريقه للموافقة على عرض الرجاء المغربي لللاعب كريستو بالمناسبة ده هيبقى عرض مهم جدا وزاكي جدا لو الآلي وافق عليه خاصة انه كريستو من اللعيبة المهمة مع فريق مهم زي الرجاء ياخد معهم خبرات كبيرة جدا دي حكا تعال اقول لك قائمة النادي الآلي بما اننا ذكرنا بيرستو وقرابة اللي هي موجودين في مباراة بيرمز بس مش موجودين في مباراة طلاق الجيش اقول لك قائمة الآلي في مباراة طلاق الجيش في حراسة المرمى مصطفى شبير محمود الزنفالي مصطفى مخلوف في خط الدفاع ياسر إبراهيم كريم فؤيد محمد عبد المنع محمد هاني خالد عبد الفتاح وعمر كمال في الوسط أكرم توفيه وحسين الشحات وعمام عشور وعمر السلاية وكريم ندفد ومحمد مجدي أفشا وحمد عبد القادر وقاليو ديانج طاهر محمد طاهر مرارة عطية وريدة سليم وفي الهجوم وحيدا وسام أبو علي أبرز الغيابات طبعا محمد الشناو المنح راحة وهيغيب محمود كهرباء وراب ربيع ومحمود متولي الأسباب فنية وتأديبية فيما يغيب بيرستاو لعدم الجاهزية البدنية وهيغيب حمز علاء وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس لانضمامهم لمنتخبنا الوطني الأولمبي عايز أقول حاجة قبل ما استقبل ضيف الكبير بعد لحظات حكاية أحمد رفعت رحمة الله عليه واجع قلوبنا جميعا واجع قلوب الناس لما تقابل الناس في الشارع كلهم يقول لك قلوبنا موجوعة عادة إحنا كمصريين وناس عندها أصل ودم وحياة كتيرة جدا بنتأثر جدا تحديدا بالوفيات اللي بتبقى في صنو صغير فيش حد يتعزع اللي خلقه بس طبيعي يعني بنوع نقول في عز شبابه ما بقى لك أنت واحد بقى كان بيلعب وله نجوميته والناس بتحبه فطبيعي يا جماعة كلنا نبقى زعلانين باختصار شديد في مثل هذه الأمور ما ينفعش أبدا يبقى فيه مزايدات ما ينفعش حد يقول ده زعلان بجد لا ده مش زعلان بجد دي مش حكايتك خالص اوعى تخش في نواية حد دلوقتي متأثر بزعلان ده بمنتهى منتهى منتهى لاختصار